الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم أهلا بكم بمدارس الهدي المحمدي التعلم عن بعد معكم المعلمة بشراء عبدالله مادة الرياضيات للصف السابع درس اليوم وهو حجم الهرم والمخروط أخذنا في الدرس السابق عن حجم المنشور والاستواني وحكينا دائما حجم المنشور مساحة القاعدة في الارتفاع حاليا حنوخذ عن حجم الهرم حجم الهرم وهي ثلث مساحة القاعدة في الارتفاع ثلث مساحة القاعدة في الارتفاع ثلث P في H هون برموز مستخدمها لو أخذنا المثال أول وطبقنا على القاعدة فعندي هون الحجم هيكون V تساوي ثلث مساحة القاعدة P في الارتفاع H تمام هلأ مساحة القاعدة عندي للهرم القاعدة عندي هون مربعة مستطيلة أسفة فعندي هون الطول سبعة والطول عشرة والعرض سبعة فإذا عشرة ضرب سبعة لأنه مستطيل طول ضرب العرض مساحة القاعدة الارتفاع معي كان 14 فالارتفاع معي تطلع معي هون جواب بالنهاية 980 قسمة 3 يعني الثلثة 980 هدول الأرقام كلهم إذا ضربتهم بطلع 189 هون عندي الثلث فإذا الثلثة 980 هيكون معي 326.7 طبعا هون الوحدة بالسنتيمتر مكعب نقطة بسنتيمتر مكعب الشكل في سؤال رقم 3 عندي برضه هرم الهرم عندي هون ننتبه أنه ثلاثي هرم ثلاثي القاعدة ثلاثية الشكل وعندي هون الارتفاع هي هون بيّن معي 10 سنتي هي الارتفاع هون 10 سنتي تمام هنحل السؤال عندي نكتب القاعدة اللي هي تلت مساحة القاعدة في الارتفاع على عندي هون التلت قدّلها لمساحة القاعدة إذن هي متلت إذن نص نص طول القاعدة في الارتفاع نص طول القاعدة اللي هي 15 الارتفاع لمتلت القائم 12 تمام ضرب الارتفاع للهرم اللي هو 10 سنتي ضرب 10 هنحل وحنختصر هون معي في عندي اختصار ما بين الثلاثة فيها واحد والخمستاش خمسة في اختصار تاني ما بين 12 ستة على اثنين واللي اثنين هون على اثنين إذن صفت معي 5 ضرب 36 ضرب 10 إذن 300 إذن 300 سنتيمتر مكعب صفحة 104 بيحكي للسؤال هون أنه عندي هرم وبيدي أحسب حجمه بأقرب جزء من 10 علما بأن الارتفاع عندي 18 متر طول القاعدة في 19 ونص متر كما برضو فبالتالي أول شي يبدأ أطبق على القاعدة اللي يريد تساوي تلت القاعدة في الارتفاق تلت مساحة القاعدة نتبع أن القاعدة مربعة بدماءها مربعة إذن طول الضلع تربيع ف19 ونص تربيع مضروبة في 18 هنكتبها هلأ منطبق هون ومنحلها على الآلة الحاسبة ومنشوف 19 تربيع ضرب 18 قسم الثلاثة كم بعطيني هيطلع معي الجواب 2181 ونص 2181 ونص طبعا الوحدة بسلمتر المكعب تمام لكن المخروض قاعدته مالها مستديرة دائرية تمام هو شكل ثلاث الأبعاد قاعدته دائرية وإلوه سطح منحني فبالتالي أنا عندي هون قاعدته هي نفس الإشي نفس الفكرة اللي هي عندي مساحة القاعدة في الارتفاع طولت مساحة القاعدة في الارتفاع يعني طولت مساحة القاعدة عندي هون HR تربيع وعندي هون buyR تربيع ضرب H اللي هي الارتفاع هون في كتاب نناسي الطولت هون في كتاب نناسيين الطولت فالمفروض هون عندي الطولت فنعدلها ونكتب تولت بي اتش معي هون تمام هون نفس فكرة الهرم ما اختلفت بس لكن هون ننتبه انه مساحة القاعدة اللي هي عندي هون باي ار تربيع تمام ننتقل لسؤال اتحقق من فهم اثنين وثلاثة نحل هون بده حجم المخروض في كل واحد هلا عندي هون نصف القطر المعطنية خمسة وعندي هون الارتفاع 13 القاعدة منطبق تولت باي ار تربيع في اتش تمام هلا عندي هون باي اللي هي عندي 3.14 فاذا نكتب هون 3.14 تمام وعندي ار اللي هي عندي هون خمسة تربيع والارتفاع عندي 13 حون نضربهم حنطلع هون نندي الحجم بيطلع معي الجواب 340.2 سنتيمتر مكعب على النسبة للمخروض بسؤال رقم 3 نفس خطوات الحل لكن هون ننتبه انه اعطاني قطر انا ما بدي قطر فبدي نصف القطر فباخدها 2 متر تمام هنطبق على نفس القاعدة التلت باي اللي هي 3.14 اتنين تربيع اللي هي نصف القطر وعندي الارتفاع 5 تطلع 120.9 متر مكعب ننتقل لسؤال صفحة 106 بحكيلي هون اذا كان طول نصف قطر لكومة ملح 35 سنتي وارتفاعها 40 بده حجم لكومة الملح باقرب جزء من 10 تمام نفس الخطوات الحل ما اختلفت معي فالحجم هيكون معي بما انه حكالي انا هي نصف قطر اذا هي الشكل المخروط فبالتالي عندي طولت باي ار تربيع موجودة وضرب اتش فعندي طولت باي اللي هي 3.14 نصف القطر 35 سنتي ف35 تربيع والارتفاع معي 40 حضرب الارقام مع بعض وطلع حجم كومة الملح هيطلع معي الجواب هون 51300 او 12 فاصلة 6 جزء من 10 طبعا ما انسى انها سنتيمتر مكعب تمام حاليا عندي هون سؤال اول الثاني الثالث عندي هون عن الهرم فحنحل الأسئلة ونرجع نتأكد نحلنا مع بعض طوام بطلع معي هون الهرم الاول 100 متر مكعب الهرم الثاني 412 والهرم الثالث 56 سنتيمتر مكعب طبعا انا هون بدل ما اكتب القانون 3 مرات هي كتبتوا بالاحمر فوق بالنص نفس اللي عملنا فوق حنعمله بسؤال 4 و 5 و 6 لكن هون عم خروط هلأ منحل الأسئلة ونرجع نتأكل معان حلنا مع بعض هيك مكون معانا حل الأسئلة وهيك الأجوبة النهائية حجم لكل مخروط طبق علينا تحديد الواجب واجبك من كتاب التمارين الأسئلة من 1 حتى 5 صفحة 31 ودمتم في حفظ الله ورعايته